راح نحصل لغة الآليات إرسال الباكت بيسيسك راوترز لو استعرضنا هاي التوبولوجي اللي فيها R1 و 2 و 3 مشبوكين على لام نتورك وعندي شبكة عشوها 008 موجود في مكان الماء بعد تشغيل الOSPF على هاي الراوترز راح تنشأ هاي شبكة عشوها 00 بلتالي R1 عن طاق الOSPF وهي المتلك اللي لها وراح يكون البست راوترز من خلال R2 لIP192.161.2 الراوتر 2 له هاي المدخل الواصل على نفس اللام وإلو هاي الماك آدرس راوتر 3 له هذا الIP ماي A3 اللي بكا ماك آدرس و R1 IP1.1 وماك آدرس لالفاص إيطرنا 00A1 وفترض أنه فيه بكت متجه للشبكة 10.00 عندما بتوصل ل R1 راح يرجع R1 اللي ترود عائل بكت باتجاه الـ Destination راح يرجع لـ Routing Table حسب الـ Routing Table بيحكي أنه لازم تطلعها من هذا الIPI م从 161 و 182 فار الـ 111 الذي أعرف على أي أدرس و هي قامت R1 بonents Inadan checkout راح يرجع لـ Routing Table وریع لهم 80 222 engage 64 الموجودة على فاص إثار من زر على زر إذا قرر الراوتر تطلحها من فاص إثار من زر على زر هذه الباكت تفروضها الراوتر وتنقص Ttlx1 وغير تشيكسن على تغيير الهيدر كون Ttl تغيرت والباكت تضيفها ضمن فريم سيطلع من فاص إثار من زر على زر وعندما يسعر فريم جبيك وعندما يضيف الفريم جبيت وعندما يستعمل فريم جبيل هو الماك أدرس أو الفيزيك القادر وهو الراوتر ويباعثها هاي الباكت تفايل وعندما يسعر الباكت وهي A2 فراح يضيف الـ A2 كـ Destination Address في الفرين والـ Source Address راح يكون هو Mac Address أو Physical Address الـ Interface راح تطلع منه هاي بكثة هل مفترض أنه هون الـ Connection كلها فاصل Ethernet أو Ethernet Connection والتالي Physical Address هي Mac Addresses راح يكون الفرين مصدر A1 و Destination A2 ما يطلع من الـ Switch ومتلجح الـ A2 يعمل عن الـ Forewarning لها الـ Frame باتجاه A2 اللي هي باتجاه R2 و R2 سيعيد نفس العملية علىها أرم لو كان عندك بكثة أخرى متجهة لنفس الـ Network راح راح ترعيد نفس الـ الـ Network عندك بكثة رأيها شبك الـ IP عنده بكثة متجه بكثة أخرى متجهة للـ Address 10x10x10x9 هذا الـ IP ذلك الـ Network إذا راح يتفرود هاي الباكت من خلال الـ نقصب الـ IP قادمة الـ 122 281 ويعمل لكها بمرة ثانية إنه هاد الـ IP موجود على الفاس إثيرنت 0x0 و رد تدخل هاي و يتنقص TPL و يعمل و دخل هالباكت 2 و 3 و حت السورس يرجع بالـ Cache Table لـ مك أدرس A1 لأن هاي الـ فاس إثيرنت 0x0 المخرج فطلع هاي الباكتن هون سوف أقول لسورس أدس ايوان ديستينايشن ايتو لو باكت أخرى لو عندي باكت أخرى ما اتجه نفس النتورك فهيغيد نفس الأعالية لذلكها فهي الطريقة نسميها بوسيس سويت نتورك هاي في حال هاي العملية تستهلك كثير من السي بيو تستهلك كثير من السي بيو تستهلك كثير من السي بيو الطريقة الأفضل من البروسيس سويت اللي هي فاصي سويت كل نعمل بالبروسيس سويت كل باكت راح تمر على الروتر راح يعيد نفس الآلية باعمل لوكب كذا بالروتنج تابل ثم لوكب بالكاش تابل بعدين يقرر يطلع على الباكت من هاي من المخرج هاي بالبروسيس سويت سيسكو حسنت الطريقة حكوا اوكي احنا ما في داع نعمل كل مرة لوكب لكل باكت توجد دو ار وان رايحة نفس النتور باعمل لوكب كل مرة اول باكت بتوصل لو عندي اول باكت راح تطلع مثلا الIP Address لهاي الباكت 10 10 10 10 10 راح يرجع الروتنج تابل يحكي هاي الباكت بايا هذا الIP الموجودة على هاي الانترفيس هامل لوكب داخل الروتنج تابل راح يرجع يدوع مك ادرس من خلال لكب مرة اخرى و راح يشتط بيحكي انه العشرة زيرو 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 هاي نتورك اللي على ثمانية راح تطلع من الفاس إذا مت زيرو على زيرو تطلع من الفاس إذا مت زيرو على زيرو و راح يكون السورس مك ادرس السورس مك ادرس السورس مك ادرس السورس مك ادرس يساوي A1 و الستينايشن مك ادرس يساوي A2 حسب الرب كاش تابل هاي اول مرة عمل الوقت كل مرة بدي اعمل لو جدت بكت اخرى رايح لنفس النتوك ما في داعي يرجع لرابتنج تابل أو الاب كارش تابل بناء على هاي الشورتكات راح تطلع البكت هاي من فاس إدران 0-0 ويكون بالفريم الماك أدرس A1 كسورس ودستيناشن A2 ولو في بكت أخرى رايح يرجع لهاي الشورتكات ما في داعي يرجع للرابتنج تابل حيك سات عملية أسرع عملنا لوكب مرة واحدة وعملنا فوروردنج قدة مرات اعتماد على هاي الشورتكات على هاي الشورتكات لكن المشكلة هون لو بحفت هاي النتوك من التابل راح يكون في عندي بعد فترة تنحذف هاي الشورتكات مش راح تكون updated مش مربوطة مع الرابتنج تابل فهي ستسرعت وخففت من الحمل اللي موجود على سي بيو وسرعت من أداء الرابتنج لكن فيها مشكلة لها مش مرتبطة بتحريفات اللي بصير على الرابتنج تابل سيسكو أوجد وطريقة اسمها سيسكو إكسبريس فوروردنج بتسرع من العملية حكو ما في داعي اعمل لكوب عند مرور أول بكت مجرد ما تدخل اي راوتنج انتري بالتابل على طول بشتق منها التابل الجديد اسمه فوروردنج انفورميشن بييس تابل فوروردنج انفورميشن بيس تابل التابل هاي تابل هاي بشتقه من الانتري الموجودة من الانتري من الانتري كده انت في الانتري لو اخذت هاي النتورك راح اوجد نتورك بالفيب اللي هي 10.000 مجرد متنشئ هاي بتدخل هاي النتورك بالتابل بغض النظر عن نصدرها او اس بياب ولا رب ولا بتقيده عن البروتوكول او على طول بيشتقها بيضيفها بالفيب تابل وبشوف مين النيكس هوب اللي هو 1.2 بحط ال 1.2 انه موجود اه اوكي موجود على فاص اثرنت من الزيرو على زيرو وبنحتي ذاية 168.1.2 هاي صارت انتري بتستخدم هاي من الفيب تابل بهاي الالية مجرد دخول نتورك بالراتم تابل الاب تابل عشتق من الاب تابل تابل اسمه ادجيسانسي تابل ادجيسانسي تابل ادجيسانسي تابل وضيفته يبين الفيزيكا الادلس ازا النيكس هوب راح يحكي انه النيكس هوب فيها زيهك زي بوينتر النيكس هوب 1.2 ادجيسانسي تابل هناك 1.2 راح يكون الو ماك ادرس موجود مائزانسي خ مافي داعنا لحظة MatTable الباختات الى 10.00 وضع F1 Lakes ويض privilege Universitas A2 وفي أقب Sur子 0 pollen equals A1 وقال هؤلاء ان تم مر destение WG لين نتبżej لا يوجد حجير إذا يحضر تحضف اين التابل وكبالي يمكنك الإدارة único. وإذا حذفت تتحدث من التابل على طول تحذف من التابل على طول هاي بشكل عام السيسكو اكسيب بريس فاوردنج هيك بتخفف اللود على سي بيو سعر افلود وهي الاشياء وهي التابل الموجودة طاعت السيف موجودة على ميموري تشابز خاصة فيها بالتالي بيسراري من فاوردنج و ادائي الراوتر بيبال نتورك شكراً قليلاً